البداية بالإنجاز الرائع والجيد اللي اتحقق بالأمس في صالة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة بيفوز النادي الأهلي بكاس السوبر على حساب نادي الزمالك 26-24 المباراة مش عايز أقوله وانا سايد جيم لا المباراة كانت صعبة جدا والمباراة كان فيها يعني نداية قوية جدا من فريق نادي الزمالك ولكن النادي الأهلي من الديئة الأولى كان فارد كلمته على المباراة وكان متقدم ووصل التقدم لفارق ثلاث نقاط وأربع ثلاث أهداف وأربع أهداف وفي بعض الأحيان قدر الزمالك يتعادل ولكن بخبرة المدير الفني للنادي الأهلي وبدور فريق النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي وأيضا بمسندة جمهير النادي الأهلي قدر في اللحظات الأخيرة يفرق بفارق هدفين وبالتأكيد الهدف اللي أحرص في السواني الأخيرة وكان ساعتها الهدف رقم 26 في المباراة هو اللي كانت القضية قضية المباراة لأن كانت ساعتها المباراة 25-24 وكان ساعتها الزمالك مع الكورة ولو كان احرز الهدف كان هيبقى تعادل والتعادل ده كان هيبقى فيه اكسرا تايم او ممكن يتلاعب بعد كده يعني رمية من منطقة الجزاء ولكن فاست بريك عطع الكورة كان الزمالك منزل لعب زيادة وكان المرمى فاضي فقدر الاهل يخطف هدف على طريقة الارضية بالزبط في السوال الاخيرة عشان يكسب بطولة السوبر من نادي الزمالك وامبارح كان تسليم الدروع والميداليات وكان بالتأكيد موجود الدكتور محمد شوقي عضو مجلس دارة النادي الآلي ورئيس بعثة الفريق في الامارات وامبارح نقنت حفاوة الاخوة الاماراتيين واللغطات اللي استعرضناها من الصلاة المغطى كل ده كان تصوير والله كل الاشقاء في الامارات اللي كانوا موجودين في الصلاة المغطى صوروا جمهوري الاهلي صوروا فرحة الاهلي صوروا وقت المراسم يعني كانت الفرحة كبيرة جدا في الامارات مبارح بعد تحييل النادي الاهلي لبطولة السوبر ترجمة نانسي قنقر